موسيقى السمود الفلسطيني سمود أسطوري لا يمكن وصفه لا لكاتب ولا لشاعر ولا لرسام أمام التوحش الإسرائيلي هذا السمود قد يكون الأول من نوعه في التاريخ إزاء المعاناة إزاء المجازر إزاء التجويع إزاء القتل إزاء الأعدامات هذا سمود فريد من نوعه في العالم طبعاً لم يستيقظ العالم كما هو مطلوب صحيح أنه دماء الأطفال وحرب الإبادة التي تنفزها إسرائيل منذ ثمانية أشهر حركت الرأي العام العالمي خاصة الطلاب الهيئات المجتمع المدني ولكن هذا التحرك ما زال محدوداً متأخراً لأن الرواية الإسرائيلية منذ خمسة وسبعين عاماً كان هناك تضليل كان هناك تعتيم كان هناك تضليل كان هناك تحريف يعني لعملية اغتصاب وتشريد الشعب الفلسطيني لكن عندما بدأت تتضح معالم الحقيقة وتتضح طبيعة هذا الكيان الوحشي الذي ظهر على حقيقته بدأ العالم يستيقظ تدريجياً وبدأنا نرى الانتفاضات الطلابية في الجامعات في أمريكا في أوروبا هذا يعني رغم أهميته لكن نعتبره أيضاً كان متأخراً يعني ما جرى بالأوين الأخيرة سواء قرارات المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية لأول مرة يتم وضع إسرائيل في قفص الاتهام باعتبارها دولة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية هذه خطوة تاريخية لكنها ليست كافية إذا لم يتم متابعتها ووضع آليات يعني عملية وتنفيذية لتطبيقها وانضمام دول يعني أخرى إلى هذا الانعطافة يعني الدولية في التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا لأول مرة نراه هذا شيء يعني جديد في العالم أن تصدر مذكرة باعتقال المجرب نتنياهو حتى ولو لم يتم اعتقاله لكن مجرد إصدار مذكرة التوقيف هو انتصار للدم الفلسطيني وللطفل الفلسطيني وللشعب الفلسطيني يعني نستطيع القول أن القضاء العالمي استيقظ مؤخرا يعني رغم مرور 75 عاما على عملية اقتصاب فلسطين وتشريط شعبها وارتكاب المجازر يعني عبر تاريخ هذا الكيان لم نرى أن هناك تحركا قضائيا إلا بعد حرب غزة وما جرى برفح هذه خطوة مهمة جدا سوف تلتأم في جينيف المحكمة العالمية لفلسطين بمشاركة منظمات حقوقية وعالمية وشخصيات ومحامين بما فيها مركز لخيام حيثنا سنقدم تقريرا أيضا عن الوجه الآخر لحرب غزة هو ما يجري في جنوب اليوم من إجرام إسرائيل يعني حتى نحن تحركاتنا أيضا يعني مع أهميتها ورفع صوتنا وإصدار مذكرات وتنفيذ اعتصامات نرى أنفسنا مقصرين يعني مهما نظمنا من اعتصامات ومن وقفات نحن أو غيرنا يبقى التقصير هو العنوان الأساسي إزاء الجرائم المروعة التي تجري في فلسطين طبعا نحن شاركنا ورفعنا الصوت عاليا في مجلس حقوق الإنسان عبر الدورات السابقة بكلمات بوقفات أمام يعني مقر الأمم المتحدة بتوجيه نداءات بدعوة المنظمات الحقوقية أن تكون دورها أفعل أكثر أن لا تبقى صامتة لكن هذه المنظمات يعني كلما توغل العدو الإسرائيلي في الدم الفلسطيني كلما اتضحت الحقيقة أكثر وكلما يعني شاهدنا مزيد من المنظمات ترفع صوتها أكثر وتصدر تقارير ويعني تتهم إسرائيل بحرب الإبادة حتى الآن يعني كثير من المنظمات الحقوقية رغم أنها عريقة لكنها لا تقول أن إسرائيل تمارس حرب العبادة حتى مجلس حقوق الإنسان حتى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تقول أن إسرائيل تمارس حرب الإبادة هي تقول جرائم حرب تقول أنه مجازر وحدها مقررة الأراضي الفلسطينية المحتلة البناز هي الفدائية الجريئة المقاومة الإنسانية العالمية التي اتهمت إسرائيل بممارسة حرب الإبادة يعني باختصار الدور المنظمات الحقوقية ليس بالمستوى المطلوب دورنا نحن نعتبره يعني مهم ولكن ليس كافيا إذا لم تتعالى الأصوات من كل أسقاع العالم تضامنا ونصرة لأطفال فلسطين وللشعب فلسطين يعني قضية الأسرة هي قضية الشعب الفلسطيني وما فينا نفصل لا نستطيع أن نفصل قضية الأسرة خاصة بعد يعني 7 أكتوبر عن حرب الإبادة يعني في غزة أو في رفح أكيد تعلمين أن الإجراءات البنغفير المجرمة والفاشية تضاعفت العقوبات أمراض السرطان قطع الأدوية الآن في أسرة بحاجة إلى أدوية السرطان ممنوع أن يأخذوا الدواء العزل حرمانهم من كل المكتسبات التي تحققت عبر السنوات الماضية اللي حققوها بالأضرابات وبالدم وكذا الآن تعيش السجون الإسرائيلية يعني بمرحلة غير مسبوقة في تاريخ سجون إسرائيل منذ أن أقيم هذا الكيان هي الوجه الآخر لحرب الإبادة يعني في غزة محرومون من كل شيء من كل حقوقهم الإنسانية التي تنص عليها القوانين الدولية وأقول لك أن هناك صمت هناك تعتيم أليس فضيحة كبيرة أن يستشهد وليد دقة بعد 38 عاما بسبب مرض السرطان في السجن الإسرائيلي أين هي المنظمات العالمية أين هو المجتمع الدولي أين هو القضاء هناك تقصير كبير بحق قضية الأسرة لكن يعني بعد حرب غزة هناك يعني التحركات أصبحت أكثر الرأي العام وبعض المنظمات بدأت يعني تعرف حقيقة يعني الكيان الإسرائيلي لذلك ما فينا نفصل مع بعضهم نيناتهم مرتبطين مع بعضهم يعني هناك الإعدامات يعني المجهولة هناك عشرات الأسرة من غزة مجهولين هناك عشرات الأسرة إذا من مش مئات مفقودين مش معروفين تم إعدامهم هناك سجون سرية يعني إذا أردت أن تتحدثي عن الأطفال آخر المعلومات 3500 طفل معرضين للموت جوعا يعني يعني في غزة 17 ألف طفل لم يعد لهم لا أب ولا أم يعني مهما قلنا عن المجتمع العالمي عن اليغزة العالمية يبقى هناك تقصير بحق يعني ما يجري بحق الشعب الفلسطيني أمام الهول الذي لم نعرفه منذ الحرب العالمية التانية كان في مجاعة بالحرب العالمية التانية ولكن لا يمكن مقارنتها بما يجري اليوم يعني في غزة اشتركوا في مجاعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة